سوف أشرح لك اليوم نظرية سوف تفهمك النفس البشرية كيف تفكر و سوف تفهمك كيف الأمراض النفسية عم تصير هنا ثلاث مصطلحات كتبوا من الفيلسوف فرويد وشخصيتك هي نتيجة التفاعل بين هاي ثلاث مصطلحات المصطلح الأول هو شيء نسميه الهو أو الهوية وهو الجزء السيء من البني آدم أو خلينا نسميه الجزء الشيطاني وهو يتضمن كل الأعمال الشهوانية والغرائزية و اللي بتتحكم فيه هو الغريزة والفطرة و أهم ما بدأي نقوله هو غريزة البقاء على قيد الحياة و غريزة التكاثر و رح أضرب لك مثال لحتى تفهم هذا الجزء كيف بيشتغل على سبيل المثال إنسان وقت يجوع هذا الجزء بيأمره و بيقله أنه أنت المفروض تجيب أكل بأي طريقة كان حتى لو ذك تسرق المهم أني أكل وأبقى على قيد الحياة و لهيك سمينات جزء الشيطاني من الإنسان لأنه هو ما بيراعي لآخرين ولا بيراعي بقية الناس ولا بيراعي حتى المشاعر أو الأخلاق أو القيم و ثاني مصطلح معنا هو الأنا العلي أو السوبر إيغو وهذا هو الشكل أو الجزء الأكابري منك وهذا كل همه هو المجتمع و قيم المجتمع والأخلاق والعادات وهذا هو الجزء المكتسب مننا اللي نحن نكتسبه خلال فترة حياتنا بعكس الجزء الأول حكينا عليه اللي هو الجزء الغريزي أو الفطري و نرجع لنفس المثال اللي طرحناه وقت الإنسان يجوع بالجزء الأول أو الهو هو بيأمرك أنه أنت تأكل بأي شكل من الأشكال حتى لو بدك تسرق أما بهذا الجزء فهو بيقول لك لا إذا بك تسرق مثلا ما بصير فيه مجتمع فيه حبس فيه عقاب لأنه مثل ما حكينا هذا الجزء بيراعي المجتمع والعادات والأخلاق و عند الأطفال الصغار مثلا ما عندهم هني هذا الجزء أو الأنا العلي عندهم فقط الجزء الأولاني فلهيك بتلاقي الولد وقت يروح مثلا على السوبر ماركت ممكن يسرق ممكن ياخد أي شيء لأنه بيقول بساطة لسه ما اكتسب الأنا العليا أو السوبر إيغو اللي حكينا أنه هي مكتسبة والإنسان ممكن يكتسبة خلال فترة حياته و آخر مصطلح معنا هو الإيغو أو الأنا وهو حالة وسطية بين الخير والشر أو بين هذول الشخصيتين هو بيعطيك قرارات بترضي الطرفين يعني بترضي الهو وبترضي بنفس الوقت الأنا العليا وبتحاول دائما أنه توازم بين هذول الطرفين وهلأ رح اضرب لك مثال مشان تفهم هاي المصطلحات كلا ياته فمثلا إذا الشخص جاع بالليل وما عنده أي شيء بالبيت فالجزء الأولاني أو الجزء لهو رح يقلك أنه أنت ممكن تروح تسرق من الدكان أو تروح تسرق جارك حتى لأنه المهم بالنسبة له هو أنك أنت تاكل وأنه أنت تبقى على قيد الحياة أما الأنا العليا أو السوبر إيغو فرح تقلك ما بصير أنت تسرق لأنه رح تتغير نظرة المجتمع عائلك ورح يشوفك أنك حرامي أو ممكن حتى تنحبس وبيجي هلأ دور الأنا أو الإيغو رح يعطيك حل وسطي بين هذول الأمرين فممكن يقلك بكل بساطة أنه أنت نام وبكرة الصبح بتفيق ممكن تشتري أكل أو ممكن يقلك مثلا استعير من جارك أكل وبكرة بترجع له إياه فلهيك هو يعطاك حل بين الوسطين لا خلك تسرق وبنفس الوقت ما رح يخليك جوعان وإذا حسن الشخص يوازم بين الهو والأنا العليا فهو رح يعيش مرتاح ورح يعيش متوافق مع نفسه أما إذا تغلب أحد الطرفين على الآخر فهون رح تبدأ عنا المشاكل ورح أضرب لك مثال لحتى تفهم أكتر على سبيل المثال في شيء اسمه قاتل متسلسل هو البيئته للناس بدون أي رحمة هذا الشخص ما بيكون عنده أبدا الأنا العليا أو السوبر إيغو لهيك أصلا هو ما بيفكر لا بالمجتمع ولا بالآخرين ولا بيرعي شعورهم هو عنده الهو أو الآي دي متغلبي على الأنا العليا فرح يتصرفوا فقا غرائزه الشهوانية وما رح يهمه لا مجتمع ولا عادات ولا إيشي هذا كان فيديو اليوم إذا عجبك الفيديو فلا تنسى تدعمنا وتشترك بالقناة سلامات